السلام عليكم ومرحبا بكم نتكلم اليوم عن موضوع الرحلات الجوية كيف تكون الاتجاهات فيها وما معنى الوقوف الاضطراري في بعض الاماك قبل البدء نرجو من سيادتكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليسلكم كل جديد وشكرا لكم لنبدأ يقول الكثير بأنه لمعرفة مسار طائرات لا تنظر أبدا إلى الإسقطات على الخرائط بل أنظر إليها انطلاقا من نموذج الكرة وبمعنى أدق لا تفسر مسار الطائرات إلا من خلال النموذج الأرض الكروية كذلك لا تنظر أبدا إلى الرحلات الاقتصادية بل استعمل الرحلات المباشرة لأن الرحلات الاقتصادية لا تكون من نقطة إلى نقطة أخرى وإنما بحسب البرنامج الاقتصادي وغير ذلك رحلات أخرى عديدة ومتعددة لا يمكن أن تقاس بها المسافات وإنما الرحلة المباشرة هي التي تحسب فيها الانطلاقات مثل رحلة مباشرة من جنوب أمريكا إلى جنوب إفريقيا وهكذا كذلك أنه على نموذج الأرض الكروية يجب أخذ القياسات الواقعية وليست عن طريق النظر نحو أقرب مكان ليس بعينيك تنظر أي المسافات أقرب وإنما مباشرة تستخدم في ذلك حساب المثلثات الكروية مثل الرحلة المتجهة من هونغ كونغ إلى لوس أنجلس كيف هبطت ارتراريا في هواي عن طريق المصار العيني لا يمكن ذلك أما إذا استخدمت علم المثلثات الكروية فإنها تكون بالقرب منها كذلك رحلة أخرى من شيكاغو إلى الدوحة وقفت ارتراريا في موسكو رغم أن ذلك عن طريق المصار العيني لا يمكن تحقيقه أما عن طريق علم المثلثات الكروية تكون موسكو بالقرب من المصار إذن حتى تعرف مسار الرحالات الجوية يجب أن تتجنب الإسقاط على الخرائط وأن تعمل بنموذج الكرة وأن تركز فقط على الرحلات المباشرة وليست الاقتصادية وأن تستخدم علم المثلثات الكروية بدلا من تتبع ذلك بالنظر فنقول أولا سوف نعالج الجزئية المتعلقة بعلم المثلثات الكروية وفق الرياضيات فإن الخط المستقيم دائما هو أقصر المسافة بين نقطتين أينما كان بينما تحدد أقصر مسافة بين نقطتين بالاعتماد على هندسة الجسم المعني هذا ما يقولونه هم إذا كان مسطح فالخط المستقيم أقرب مسافة أما على سطح كرة فالمسافة الأقصر هي الدائرة الكبرى التي تربط بين النقطتين وهذا وفق حساب المثلثات الكروية نتابع لديكم المثال هذا رياضيا وحسابيا من أجل إيجاد طول الذلع السي الرابط بين النقطتين A و B كما ترونه الآن مع العلم بأن A و B معلومين وكذا الزاوية إغراج معلومة فإنه يتم الحساب وتحديد الذلع الثالث وفق قانون الجب التمام حسب المعادلات الموضحة أمامكم من إيجاد طول السي والزاوية ألفا والزاوية بيت إذن من هذا المنطلق يكون دائما الظلع السي أصغر من A هذا دليل على عدم سريان الطول والقصر حسب هذا القانون بين النقطتين على سطح الكورة من جهة أخرى علم المثلثات الكوروية نجد فيه حالة ثلاث الحالة الأولى أضلاع ثلاثة معلومة وزوايا مجهولة لا تهمون هنا الحالة الثانية ذلعين A و B معلومين الزاوية إغراج معلومة وهي الحالة التي ذكرناها هنا التي تطلب البحث عن الظلع C ماذا يساوي الحالة الثالثة ذلعين معلومين B و C والزاوية معلومة التي هي بيت والبحث عن طول الظلع A والزاويتين Y و Alpha هذه الحالة غير قابلة للحل في جميع الحالات ما عدا حالة واحدة عندما يكون C أقل من A عندما يكون C أقل من A يمكن حل هذه المعادلة بالاعتماد على دلة الظل هذه المسائل التي ذكرناها كلها تطرق إليها العالمين بوستامين تير و ليمان في كتابهم أسرار مثلثة وأثبت بأن المثلث الكروي العام بالكامل يحدد من خلال ثلاثة إلى ست نقاط من أصل الست ما هي الخصائص الستة؟ هي ثلاثة أقواس وثلاثة زوايا وأن أطوال الأقواس A, B, C للمثلث الكروي هي زواياها المركزية بحيث تقاس بوحدات الزوايا بدلا من وحدات طول كما تختلف الهندسة الكروية عن الهندسة الإقليدية المستوية لذا يعتمد مجموعة الزاوية ثلاث على حجم المثلث كذلك المثلث الكروي على ماذا يعتمد؟ يعتمد على أقواس ضمن دوائر مركزها مركز الكرة فقط كذلك نفق ما سابق فإن حساب المسافة بين نقطتين على الكرة الأرضية كما في المثال الذي تشاهدونه يمكن حساب الزوايا لكن في الملاحة عندنا مشكلة ما هي هذه المشكلة؟ أو ما هي هذه المعضلة؟ هو إيجاد الدائرة العظمى بين النقطتين على الأرض يحدها خط عرض وخط طول بالاعتماد على مركز الكرة فقط لأن المثلث الكروي يعتمد على أقواس ضمن دوائر مركزها مركز الكرة فقط كما قلنا وهنا لو استخدمنا دلة الذل فإنه لا يمكن حساب المسافة لكن تبقى دائماً إذن النقطة التي قالوا عنها وهي حساب المسافة بالاعتماد على حساب المثلثات الكروية لا تصلح هنا لأن أهم شرط غير محقق وهو أن المثلث الكروي يعتمد على أقواس ضمن دوائر مركزها مركز الكرة فقط وهذا لا يتحقق هنا لأنه لا أحد يدري مركز الأرض وبالتالي الاعتماد على هذه الجزئية خطأ ونكمل باقي ما قالوا في الفيديو المقبل إن شاء الله ما لديه سؤال أو استفسار يترك ذلك في التعليقات شكراً لكم والسلام عليكم